بمناسبة الأحاديث يعني مرسي القرية يتكلم النهاردة مع لعاب النادي الأهلي وقال لهم التالي ركز معايا قال لهم التالي كنت سأقول لكم شبه من شوية قال لهم المنافس المرادي مختلف هو بطل البرازيل وبالتأكيد هيلعب بكل قوة للوصول للنهائي لكن إحنا الأهلي قدامنا فرصة كبيرة وتاريخية للوصول للنهائي إحنا نستطيع ونقدر ولازم نعملها قال أنتو بتصنعوا مجد كبير ليكم والجمهاركم وأنا واصق فيكم جداً وواصق في قدرتنا على التأهل بشرط إن إحنا نلعب بروحنا القوية وما نخافش من حد وإحنا اللي نصدر القلق للمنافس زي ما عملنا في مباراة للتحاد أقول لكم حاجة نهاردة كنت قاعد شوية كده مع نفسه عمال شوف التصريحات وقرها وأسمع أنا نفسي نفسي فريق مصري يلعب قدام بيب جورديولا نفسي أشوف الأهلي وبيلعب قدام بيب جورديولا نفسي بتقولي يعني أنت ما بتقولش ليه منشستر سيتي أقولك ما أقول أي لعب من مدريد يعني أعظم فريق الكون يعني ومنشستر سيتي طبعا يعني منشستر سيتي يعني مش دواقت ثلاثية مش بقالل منه يعني بس اللي هو الجديد قدام بيب جورديولة في كاس عامل الاندية بطولة رسمية حكاية حلوة بقى حكاية حلوة حكاية عظيمة يعني ان شاء الله تكمل على خير يعني ان شاء الله